بيبدأ الفيلم في عالم سحري موجود في مملكة اسمها نرنية وبنشوف شخص رايح يتكلم مع جنرال اسمه مراز وبيقول له مراتك خلفة ولد فبيفرح مراز وبيأمره يبعد جنوده عشان يخلصوا على الأمير كاسبيان اللي هو ابن أخوه وده عشان يستولع الحكم ويكون هو الملك مكانه وفعلا بيروح الجنود يدوروا على كاسبيان عشان يخلصوا عليه وساعتها بيروح خال كاسبيان يبلغوا باللي حصل وبيخليه يركب الحسان بتاعه عشان يهرب بسرعة قبل ما الجنود يمسكوه وبيدي له بوق سحري كان بتاع الملكة سوزان اللي حكمت مملكة نرنية زمان مع أخوتها الثلاثة قبل ما يرجعوا لعالم البشر وبينبع عليه ينفخ في البوق دوت لو حس بالخطر لأن البوق دوت هو اللي يستدعي الملكة سوزان واخوتها لمملكة نرنية وبعد ما بيخلص كلامه بيعرب كاسبيان بسرعة ناحية الغابة بس بيتفاجئ ان جنود الجنرال مراز بيترضوه وأثناء طريقه بيتخابت في جزع شجرة وهو مش واخب باله وبيقع على الأرض وفجأة بيشوف قدامه اتنين أقزام وبيفتكر انهم عاوزين يخلصوا عليه فبينفخ في البوق زي ما خالوا قالوا وساعتها بتكون سوزان واخوتها الثلاثة في عالم البشر وقاعدين في محطة القطر وفجأة بيلاقوا المكان بينهار وبيتنالوا للعالم السحري بتاع مملكة نرنية فبينزلوا للبحر وبينزلوا يلعبوا مع بعض لحد ما بياخدوا بالهم ان القصر بتاعهم اللي كانوا عايشين فيه اتضمر تماما وبيشوكوا ان في حاجة حصلت في مملكة نرنية بس هم مش عارفينها وقتها بيروح الجنوب بتاع مراز يعرفوه ان الأمير كاسبيان هارب منهم في الغابة ومش عارفين مكانه فبيأمرهم يدوروا عليه في الغابة وأول ما يلقوه يخلصوا عليه وبعدها بيحضر اجتماع مع مستشارين وبيتهموا انه هو السبب في اختفاء الأمير كاسبيان وانه اكيد طبعا عاوز يخلص عليه عشان يستولي على الحكم فبيكتب عليهم مراز ويقولهم انه مش عاوز يبقى مالك اصلا وانه هيبزل كل جهده عشان يلاقي كاسبيان ويرجعوا للمملكة بينيرجع تاني للأربع أخوات وهم لسه مش عارفين اللي حصل لمملكة نرنية وبيخمنوا كده ان في حرب حصلت وهي اللي دمرت المملكة فبيروحوا القابل وسري كانوا شايلين فيه الأسلحة بتاعتهم وبيقرروا يدوروا على أي حد من شعب نرنية عشان يعرفوا اللي حصل في المملكة ولما بيخرجوا بيلاقوا اتنين جنود مسكين القزم اللي شاف كاسبيان في الغابة وبيكونوا عاوزين يرموه في الغابة ولكن بينقذوا منهم وبيخلصوا عليهم وبعدها بيفكوا الحبل اللي في ايديه وبيسألوا عن اللي حصل لمملكة نرنية فبيبدأ يحكي لهم ان بعد ما ملوك الأربعة رجعوا للعالم بتاعهم المملكة بقت ضعيفة جدا وما فيش حد بيحميها وساعتها ظهر شعب اسمهم تلمريون بيحكمهم جنرال شرير اسمه ميراز والجنرال ده احتل نرنية ودمرها تماما وكمان أمر جنوده انهم يخلصوا على أي حد من شعب نرنية عشان كده اضطر كل الشعب والحيوانات انهم يستخبوا في الغابة ولما بيخلص كلامه بيتفاجئ انهم ملوك نرنية الأربعة اللي كانوا بيحموها وبيفهم ان البوك السحري اللي كاسبيان نفخ فيه هو اللي رجعهم لنرنية وبيعرفهم ان اسمه ترامب وفي الوقت ده بيفوك اسبيان في بيت الأقزام وبيلقوا قدامه قزمه حيوان بيتكلم فبيعرف انهم من شعب نرنية وبيفتكروا انهم عاوزين يخلصوا عليه وبيحاول يهرب منهم لكنهم بيطمنوا انهم مش هيعملولوا حاجة وساعتها بيحكي لهم كاسبيان قصته وبيقول لهم ان هربان من عم وميراز لانه عاوز يخلص عليه عشان يستولى على الحكم وبعد شوية بيخرج يتمشى معاهم في الغابة وبيتفاجئ ان جنود مراز قدامه وبيطلعوا يهجروا وراء ووقتها بتظهر حاجة غريبة بتتحرك بسرعة في الغابة وبتخلص على كل الجنود والمفاجأة ان ده بفار صغير بيتكلم وبيعرف يحارب بالصيف فبيعجم على كاسبيان وبيكون فاكروا واحد من جنود مراز فبيحاول القزم يهديه وبيقولوا ان ده الأمير كاسبيان وانه مش في صف مراز فبيخلوا يقابل شعب نرنية اللي بيكونوا متضايقين جدا وده بسبب ان مراز دمر مملكتهم وكان السبب في موت صحابهم وآهليهم وبيقرروا انهم يعاقبوا كاسبيان على أفعال عمه الشريرة فبيحاول كاسبيان يدافع عن نفسه وبيقول لهم انه هو وريس العرش الحقيقي وان عمه عايز يخلص عليه عشان يستولي على العرش وبيعرض عليهم يساعدوه عشان يسترد حكمه ويخلص على عمه مراز وده في مقابل انها يخليهم يعيشوا في سلام وكمان هيبنلهم مملكة بتاعتهم مرة تانية فبيوافق الشعب نرنية وبيقرروا يساعدوه وفي الوقت ده بيكون الاخوات الاربعة في طريقهم للغابة مع القزم ترامب وبيلقوا قدامهم الجيش بتعمراز بيعملوا جسر عشان يوصلوا للغابة ويخلصوا على الشعب نرنية فبيقرر الاخوات انهم يمشوا من طريق تاني عشان يدخلوا للغابة وبالليل بيناموا مكانهم من شدة التعب وتاني يوم بتسحى لوسي وبتدخل الغابة لوحدها وفجأة بتشوف قدامها الاسد اصلان ملك الغابة اللي خلها ملكة قبل كده هي واخوتها وبتاعت تتكلم معاها لكنها بتصحى من النوم وبيطلع ان كل ده كان حلم وبتكرر تروح لنفس المكان اللي شافته فيه يمكن تقابله على الحقيقة بس بيمنع اخوها بيتر لانه بيشوف شعب نرنية في الغابة وبيكون مش عارفهم وفاكرهم مجرد اعداء فبيقرب ناحيتهم وبيشوفوا كاسبيان وبيهجم عليه وبيفضلوا يتبرزوا بالصيف هما الاتنين لحد ما بييجي شعب نرنية يوقفوهم وبيتعرفوا على بيتر واخواته فبيعتزلهم كاسبيان وبيعرفهم انهم نويين يحربوا عم ومراز وده عشان السلام يرجع لنرنية مرة تانية فبيكرر بيتر ياخدهم ويروح للمخبأ اللي فيه نرنية وده عشان يفكروا في خطة يتخلصوا بيها من مراز وفعلا بيروحوا للمخبأ وبيشوفهم واحد من جنود مراز وبيمشي عشان يبلغوا بمكانهم وساعتها بيتكلم بيتر مع كاسبيان والشعب نرنية وبيقترح عليهم انهم يحجموا على مراز في القصر بتاعه ويخلصوا عليه هو وجنوده لانهم لو استنوا هو اللي هيجي لهم وساعتها طبعا هتكون نسبة فزم في المعرقة ضعيفة جدا بسبب ان عددهم قليل فبيقتنعوا كلامه وبيجهزوا اسلحتهم وبيركبوا النصور العملاغة عشان يدخلوا للقصر من غير ما الحراس يشوفوهم وفعلا بيدخلوا القصر بكل هدوء وبيخلصوا على الحراس واحد وراء الثاني وساعتها بيروح كاسبيان لعمه مرازه وانايم وبيكون عاوز يخلص عليه ولكن مراته بتمنعه وبتضربه بسهم في دراعه فبيستغل مراز الفرصة وبيهرب وبعدها بيروح يصحي جيشه وبيعرفهم انهم بيتعرضوا للهجوم وبيأمرهم انهم يخلصوا على كاسبيان واللمعاد فبيأجي من الجنوب بالفعل على الشعب نرنية وبتقوم معركة كبيرة ما بينهم لحد ما بيلاحظ بيتر انهم محاصرين فبيضطروا ينسحب بجيشه وبيأمرهم يهربوا من القصر فورا ولكن جنوب مراز بيقفلوا البوابة وبيتحبس عدد كبير من الشعب نرنية وساعتها بيكون بيتر واخواته برا البوابة ومش عارفين ينقذوهم وبعدها بيتم تتويج مراز ملك على شعبه وبيعتبروا ان كاسبيان خاين عشان كان عاوز يخلص عليه ولما بيرجع بيتر ولمعاد المغبة بيتخاني مع كاسبيان وبيقولوا انه هو السبب في اللي حصل لانه راح لمراس في قطه من غير ما يعرف حد وتسبب في انه يصح الجنود فبيتدق كاسبيان من كلامه وبيدخل للمغبة وساعتها بيجي القزم اللي انقذو وبيتكلم معاه وبيقولوا انه عنده طريقة تخليه يتخلص من عمه ويرجع حقه والطريقة ديت هتكون باستخدام السحر الاسود فبيوافق كاسبيان وبياخدوا القزم لمكان سري في اتنين سحرة شكلهم غريب جدا وبيفضلوا يعملوا في طقوس لحد ما بتظهر بوابة سحرية محبوس فيها ملكة الجليد الشريرة والملكة ديت كانت عاوزة تسيطر على العالم وتهزمت من الاخوات الاربعة وبيطلع ان القزم ده شرير وضحك على كاسبيان عشان عاوز يرجع الملكة للحياة فبيخل الصحرة ياخدوا جزء من دمه عشان يكملوا الطقوس ويرجعوا الملكة ولكن بيجي بيتر واخواته في الوقت المناسب وبيمنعوهم وبيدمروا البوابة السحرية وفجأة بيسمعوا صوت برا المخبأ وبيلاقوا ان مراز جايب جيش كبير جدا عشان يخلص عليهم فبيكتمع بيتر مع شعب نرنية عشان يشوفوا هيعملوا ايه وساعتها بيقترح عليه كاسبيان انه يتحدى مراز في مبارزة بالصير وبيشترط علي ان لو كسب في المبارزة لازم مراز ينسحب هو وجنوده ويسيبوهم يعيشوا في سلام فبيوافق بيتر لانه واثق انه هيقدر يكسب المبارزة وزاعتها بيروح اخوه ايدموند يتكلم مع مراز وبيعرض عليه انه يتحدى بيتر في مبارزة بالصير والكسبان فيهم هينسحب من الحرب ويستسلم فبيتردد مراز في البداية لانه خايف من بيتر ولكن بيتطر يوافق عشان المستشارين بتوعه ما يفتكروش انه جبان وقتها بتركب سوزان ولوسي الحصان بتاعهم عشان يروح يدوروا على الاسد اصلا في الغابة ويساعدهم في الحرب بديت وبعد شوية بتبدأ المبارزة بين بيتر ومراز وبيفضلوا يضربوا في بعضهم الاثنين لحد ما بيقدر بيتر يتعنوا وبيكسب في التحدي بصعوبة وبيكونوا قداموا فرصة انه يخلص على مراز لكنه بيرفض وبيدي الصيف بتاعه الكاسبيان عشان يخلص عليه وبالتالي هينطقم منه ويشفي غليله على اللي عمله فيه فبيرفق كاسبيان وبيقول لمراز انا مش هخلص عليك لاني مش مجرم زيك وبعدها بيسيبه وبيمشي فبيروح مساعد مراز يتعانوا بسهم من غير ما حد ياخد باله وبيكذب على الشعب بتاعه وبيقولهم ان جيش نارنية طلعوا اخوانا وهم اللي خلصوا على الملك مراز وبيحردهم انهم يهجموا على جيش نارنية ويخلصوا عليهم فبيقتنع الجنود بكلامه وبتبدأ الحرب وقتها بتكلوسي والسوزن في الغابة بيدوروا على الاسد اصلا وفجأة بيشوفهم واحد من جنود مراز وبيطردوهم فبيجي اصلا في الوقت المناسب وبينقذ لوسي وبيكرر ينضم ليهم في الحرب ويساعد جيش نارنية ولما بيوصل لساحة المعركة بيستخدم سحره وبيخلي الاشجار تتحرك وتخلص على جيش مراز فبيخاف المساعد وبيعمر باقي جنوده انهم ينسحبوا من معركة وبيبدأوا يهربوا بسرعة نحية الجسر اللي بنوه ولكن فجأة بيلاقوا اصلا قدامهم وبيستخدم السحر بتاعه وبيخلي الماء يتغرقهم كلهم وبكده بيكسب شعب نارنية في المعركة وبيحتفلوا بالانتصار العظيم دوت وساعتها بيكرر اصلا يعين كاسبيان ملك نارنية الجديد وبيفتح بوابة من خلال الشجرة عشان يرجع الاربع اخوات للعالم بتاعهم مرة تانية وده بعد ما نجحوا في مهمتهم وانقذوا نارنية فبيودعوا اصلا وكاسبيان وبيدخلوا للبوابة وبيرجعوا لمحطة القطر اللي كانوا فيها وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة